السلام عليكم ورحمة الله أصدر الله أوقاتكم متابعي قناة سكين كير العناية بالبشرة اليوم أحضرت لكم هذا المنتج المخصص لعلاج حالات القمل والصئبان وبيوض القمل طبعا بعض الأشخاص وحصوصا الأطفال الصغار في المدارس يتعرضون لحالات القمل وذلك ليس بسبب شخصي وإنما بسبب البيئة المحيطة بهم الاختلاطات الموجودة في المدارس التعرض للملامسة مع أشخاص مصابون بالقمل سابقا فيتعرضون لحالات القمل ويبحثون بعض الناس في الانترنت عن طريقة علاج القمل أو عن طريقة الوقاية من القمل ويبدأون بصنع عقاقير خاصة بهم عن طريق الانترنت وهي عقاقير لا تفي بالغرض ولا تجدي نفعا ولكن اليوم أحضرت لكم تركيبة متطورة تعالج حالات القمل والصئبان وأيضا تقي من القمل وبيوض القمل طبعا لمن أراد علاج جذري للقمل وبيوض القمل والصئبان وحتى الجرب فليتابع الفيديو الموجود في صندوق الوصف وهو فيديو مخصص لهذه الحالات يقضي على القمل نهائيا منتج فريد حصري ويساعد على ذلك ومجرب من قبل العديد والعديد من الأشخاص وأثبت المنتج فعاليته الكبير ولكن اليوم هذا المنتج هو شامبو وأما المنتج الذي تحدثت عنه في صندوق الوصف فهو بخاخ سبريل الشعر يعالج حالات القمل هذا المنتج شامبو اسمه أمازينغ برمثرين شامبو لعلاج حالات القمل والبيوض فعاليته مضمونة وأيضا تركيبته جيدة جدا يساعد على حماية الأطفال من التعرض للقمل وأيضا يستخدم للعلاج حالات القمل ويدعم فكرة استخدام البخاخ الذي تحدثت عنه بعد استخدام البخاخ يستخدم هذا الشامبو فنقضي على القمل نهائيا نفتح الأبوة سويا نلاحظ لون الشامبو الأزرق وهذا ما تدنى عليه في العديد من المنتجات المخصصة لعلاج القمل والوقاية من القمل طبعا شامبو أمازينغ يحتوي على البرمثرين كمادة رئيسية وهي المادة التي تعالج القمل وبيوض القمل ويحتوي أيضا على غليسرين وتكسابون ومعزز رغوة مع الدقاشطة وبلسم وفيتامين بي خمسة طبعا والعديد من المواد الأخرى ولكن أنا أتحدث عن المواد الرئيسية في هذا المنتج هذا المنتج استخداماته يستخدم كما قلت لعلاج حالات القمل وبيوض القمل والصئبان وأيضا يستخدم للوقاية من هذه العوامل ومعلومة أخرى هذا المنتج ليس مخصص للصغار فقط وإنما يستخدم حتى للكبار فهو فعال لدى كلا النوعين من الأشخاص طريقة استعمال شامبو أمازينغ لحالات القمل والبيوض يوضع كمية جيدة من المستحضر على الرئيس ويفرك الرئيس جيدا مع هذا الشامبو دون استعمال الماء يوضع الشامبو لوحده دون استعمال الماء ويدلك لمدة لا تقل عن خمس دقائق وذلك للحصول على أفضل النتائج إذن ندلكه لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم يغسل الشعر قليلا بالماء الدافئ ونحصل على رغوة كثيفة وبعد ذلك نفرك الرئيس ثم يغسل بعدها بالماء يشطف الرئيس نهائيا ونتخلص من الشامبو الموجود على الرئيس تعاد العملية مرة ثانية ثم يغسل الشعر جيدا بالماء مع التمشيط بمشط ناعم خاص يوجد أمشاط ناعمة مخصصة لحالات القمل وبعد ذلك نستخدم هذا المستحضر حتى تمام الشفاء أو في حال الوقاية نستخدمه مرتين أثناء الاستحمام مرة نستخدمه لمدة خمس دقائق والمرة الأخرى نستخدمه أيضا لمدة خمس دقائق فالمجموع الكامل هو عشر دقائق ويجب تمشيط الشعر من جذوره حتى أطرافه طبعا ملاحظة هامة بخصوص هذا المنتج نحن لا نستخدم هذا المنتج لأطفالنا كل يوم كل يوم كل يوم ودون الشعور بوجود قمل في المحيط الموجود حولنا وإنما نستخدم هذا المنتج في حال شعرنا بوجود أحد الأشخاص من حولنا أو شعرنا بوجود قمل في البيئة المحيطة إن كان في المنزل أو في المدرسة أو في الشارع أو في التجمعات السكنية وعندها نستخدم هذا المنتج ولا نستخدمه إلا في حالات ضرورية يعني عندما نشعر بوجود القمل نستخدم هذا المنتج تحذير أخير بخصوص شامبو أمازينغ للقمل يجب أن نطبق المستحضر على الشعر دون التعرض للعيون لأن ذلك يؤذي العيون يعني نساعد الأطفال عندما يستخدمون هذا المنتج لتجنب ملامسته لعيونهم سعة العبوة كما نقرأ هنا 200 ميلي وهذا كل ما يخص شامبو أمازينغ للقمل لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو لنقدم لكم المزيد من المستحضرات الهامة والمزيد من النصائح حول البشرة والعناية بالصحة العامة شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم